نساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي والأهلي وفقرة الألعاب الأخرى وحصاد الأسبوع في الألعاب الأخرى في النادي الأهلي دوم لله أكيد نهاردة عزى الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي وكلنا يعني أكيد عندنا حالة حزن كبيرة لكن هي دي حالة دنيا لكن لازم ناخد منه مبدأ الالتزام والانضباط ومبادئ كتيرة جدا نعلمها لنا رحمة الله عليه لكن حياة لازم تستمر رحمة الله الدكتور خالد توحيد هنبدأ الحصاد الأسبوع لألعاب الجامعية في النادي الأهلي وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطيرة وكرة الماء هنبدأ بنتائج الفرقة الأولى بإذن الله لكرة اليد كرة اليد بتشهد يعني الحمد لله النهاردة كان عندهم مباراة مع سبورتينج في اسكندرية والنادي الأهلي كسبها 27-22 لكن خلينا نشوف النادي الأهلي في الأسبوع اللي فات عمل ايه وترتيبه جايك رقم كام في الجدول نبدأ بالمشاط اللي عبها النادي الأهلي لأسبوع اللي فات لايه بنادي الأهلي مع طلايع الجيش وتعادل 22-22 وزي ما احنا شايفين قدامنا لعب في دور المحتلفين الاهلي 22-22 وطلايعجيش 22 كانت مباراة قوية جدا نادي طلايعجيش نادي قوي نادي فيه لعيبة كبار فيه لعيبة كبار في نادي طلايعجيش نادي الأهلي كان برضو لسه رجعين من بطولة العالم لسه لعيبة ما فيش لسه تركيز شوية أكيد مع عبداللات الكبيرة بينزلوا المستوى لكن قدروا يعوضوا مع نادي هليوبرس وكسبوا 31-24 والنهاردة مع نادي سبورتينج نادي الأهلي بيفوز 27-22 خليها نشوف جدول الترتيب لفريق نادي الأهلي أو جدول دوري المحترفين نادي الأهلي في المركز الثاني مركز الأول الزمالك لعب ثلاث مباريات وبثلاثة نقطة نادي الأهلي في المركز الثاني لعب ثلاث مباريات فاز مبارتين خسر وتعادل مباراة ما خسرش ولا مباراة وبثلاثة نقطة تعادل هم مباراة الجيش ونادي هليوبرس الثالث برصيد عشر نقاط أربعة سبورتينج برصيد تسعة وطلايع الجيش الخامس برصيد تمانية سموحة السادس برصيد سبع نقاط والجزيرة السابع برصيد خمس نقاط ونادي الأولمبي الثامن وآخر ترتيب في جدول برصيد أربع نقاط خلينا نشوف تأرير بعد مباراة الأهلي ونادي هليوبرس المدير الفاني نيكول ماركوفيتش والحارس الأمين الكابتن محمد عصام الطيار ويوسف معرفة الأعاب المحترف من تونس قالوا إيه بعد مباراة اليوبرس وترجعوا لنا مرة تانية أكتماع التعليمات في النهار قبل هذا المتوال أقول أننا يجب أن نتعلم كل تدعيم لنا من المجلس المتوال ويجب أن نتعلم هذا التعليمات وقد أدى تعليماته مباراة التعليمات في النهار ليست حسافرها لكن اليوم كانت أكتماع طوية للمباراة وشد عليهم إنه مهم جدا أن نذهب من طريقا ويجب أن نكون جيدا ومعرفة الأمر اليوم نتعلم في 45 منتر جيدا ومعرفة الأمر ومعرفة الأمر ومعرفة الأمر ليس جيدا لكن هذا المنزل سيكون مهمة جدا ومعرفة كما تقولون ومعرفة الأمر لأن هنا هناك بعض التعليمات التي يمكن أن تقلع أيضا أفضل المعرفة مثل الآخلي أو زمالك الحمد لله الأول على المكسب الحاجة اللي عايز أقولها أننا موتش النهاردة كان من نسبالنا مهم أننا بعد تعادل مبارح نحن راجع سقطان ثاني في نفسنا أننا نقول للناس جماعة أننا مبارح يعني عادي أن أنت يحصل لك دروب في موتش نحن كان بالنسبالنا التعادل دروب لشيء أعطال متعودين أننا نكسب النهاردة كان كان دافع كان زي أننا نرجع سقطان ثاني ونورد للناس جماعة لا نحن موجودين لا نحن فائقين لا الهندبول في الأهلي مش عمر ما يقع والحمد لله يعني الكلام دوت كنا شايفينه في الملعب والنتيجة كبيرة يعني الحمد لله خلصت يعني على خير كابتن ماركوفيتش كان على طول يعني إن إحنا نكمل إحنا طبعا دخلنا على سيستم جديد مع كابتن ماركوفيتش فإحنا بنحاول أن نطبقه واحدة واحدة اللي أنا عايز أولون فرقة هليوبلس فرقة جامدة كسبة الجيش وكسبة الأولمبيق يعني فرقة بتكسب يعني إحنا إحنا النهاردة عملنا عليهم ماتش جامد ومشيين كويس يعني في الدورة يعني شاف أن دي خطوة كويسة إن إحنا نرجع سيقة سيقة الناس فينا وسيقتنا في نفسنا يعني إحنا دخلنا على سيستم جديد وبنبدأ نطبقه واحدة واحدة الموضوع مش سهل يعني وإن شاء الله يعني إن شاء الله إحنا مشيين بخطوة كويسة ناحية مكسب كويس يعني كل نقطين كل ثلاث نوات وكل مكسب بناخده ودي حاف سنة يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله على الانتصار اليوم كل اللاعب يعني لعبوا كويسة دفاعه وهجوم يعني باخدنا كلام المدرب وستاف تكنيب كله مباراة مبارح كانت يعني صحيح التعادل بعض الأخطاء الدفاعية والهجومية اليوم عرفنا إزاي يعني نتخطى دي الععابات دي واليوم شهدت مباراة كويسة خصوصا دفاعية يعني بالنفس ده نعطف البطولة دي كل ماتش بنلعبه ماتش كاس يعني كل ماتش لازم بنلعبه مئة بالمئة يعني كل ماتش ماتش كاس لازم نكسب فيه ونلعب دفاعه وهجوم يعني مئة بالمئة يعني كل ماتش ماتش كاس هو يعني زي ما شفنا لعبة الناد الأهلي عصام الطيار ويوسف معرف بيتكلموا على الجيش وقال إنه هو يعني كان فيه أخطاء لكن مباراة الكؤوس اللي يوسف معرف إزاي تقالها اللي دي مباراة الكؤوس الجمهور الناد الأهلي مش مستني غير حاجة واحدة بس وكلنا مش مستني من فريق هندقول غير ان هو يكسب بطولات لان السنة اللي فاتت كانت فيه شوية مشاكل بكنش فيه بطولات اللي كان الجمهور يتمناها من الفريق لكن انا بقول لكم عن لسانة الجمهور لكل الناس لكل اللاعيبة خلي بالكو الجمهور مستني منكم بطولات دوري وكاس وسوبر وبطولات أفريقية مش عايزين فيه بطولة تخرج من عندنا يا رب التوفيق يا رب اللي انتو تكون فيه تجانس والمدرب الجديد عمل فيه زي ما انتو تقولوا عمل شكل جديد أو عمل يعني توليفة جديدة يا رب بإذن الله تجانس سريع لان الأمور كلها جاية تقريبا في شهرين كل التوفيق لفريق كرة اليد بإذن الله اللي كل جمهور منتظروا بإذن الله على منصات التتويج